أسئلة عديدة من قبل الصحفيين تمحورت حول نسبة المشاركة في استفتاء تعديل الدستور نسبة قال عنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنه احترمت فيها الإرادة الحقيقية للمصوتين فهي يعني نتيجة من ناحية القانونية لا غبارة فيها من ناحية القانونية والدستورية لا غبارة فيها لأننا ما عدناش الحد الإذنى الذي يفرض أن يحصل عليه حتى يصبح المشروع القانوني أو الدستوري معروض لمشاورة الشعب الساري المفعول وبتالي هنئا لنا جميعا المشاركة في التصويت هو التعبير عن حس المواطنة حتى الأصوات الملغاة تندرج ضمن هذا الحق كي يقول لك أنا كمواطن نؤدي الواجب نتاعي لازم نبرهن على اهتمامي بشؤون الحوكمة الوطنية يذهب إلى ما يكتب الاقتراع ولكن لا يعجبه الأمر لا بنعم ولا بلا وبالتالي يعبر على مواطناته أرى أنه مهتم بشؤون بلادي ولكن اليوم لا أريد أن أختار لا أريد أن أختار وذا يكون لديه سبب من تاعه الجالية الجزائرية بالخارج ورغم مشاركتها الدائما لمختلف المواعيد الانتخابية إلا أن الظروف الصحية الاستثنائية حالت دون إقبالها بكثافة على مراكز الاقتراع أظن بأن النسبة الضائلة في الجالية ترجع لهذه الأزمة للكوفيد قبل كل شيء لأن جاليتنا عودتنا على أنها هي المنارة التي تضيع التصويت على تعديل الدستور خطوة من شأنها التأسيس لمرحلة جديدة تنتظر آليات قانونية لتجسيد فحو الوثيقة على أرض الواقع ترجمة نانسي قنقر